أعزائي مشاهدة كورا بلاس في كل مكان بعد مقارنة النهاردة بين الأهلي والإسماعيلي في الدورة المصر الممتاز هناخد بعض الحياة التحكمية ونتكلم عليها ونحللها مع بعض الحالة الأولى كانت في الدياة 8 والشك فرق للجزاء للنادر إسماعيلي هنشوف مع بعض لعب الإسماعيلي مدبولي سقط في المنظر ده وهنشوف التفاصيل اللي حصرت مدبولي مفيش أي التحام حصل من لعب النادر أهلي هنشوف بس الرجلين مع بعض في الزاوات الثانية دي عشان نشوف فيه التحام حصل في الرجل مع لعب النادر أهلي مفيش التحام الأرض مفيش حاجة على الأرض ولفوق فيه حاجة والسقوط كان طبيعي جدا والالتحام كان طبيعي جدا مفيش فيه خطأ من لعب النادر أهلي وبالتالي يستمرر اللعبة هو القرار الصحيح ومفيش بوراك لجزاء للنادر إسماعيلي في اللقطة دي اللقطة التانية وتسلل على النادر أهلي إنتظروا في الغاية المواقف تسلل و المساعد المعكد و رفع الراية و قرار صحيح من المساعد و مراجع صحام الفار و القرار في المجمل و صحيح في ديئة 42 و تسلل على نادل إسماعيل و نرى من اللعب الكورة و لعب نادل إسماعيل و هذا الرجل موجود في مواقف تسلل و تسلل صحيح من المساعد الثاني و قرار صحيح في ديئة 52 و تدخل عنيف أو تدخل بتهور من لاعب نادل إسماعيل هل نرى التدخل هل يستاهل كارت الأحمر الدخول بالرجل بالمنظر ده بس ما فيش فيها لقوة ولا سرعة لاستطزي موجود على الرجل عددوس على الرجل لكن ما فيش فيها لسرعة ولا قوة من لاعب نادل إسماعيل وبالتالي انظر مستحق لا يرقى للكارت الأحمر الدخول بالرجل المتنية دي الرقم المتنية ما فيش فيها قوة ما فيش فيها سرعة ما فيش فيها استخدام قوة زايدة وبالتالي نظر مستحق وقرار صحيح من حكم المجرى ومراجعة صحيحة من حكم الفار وقرار مجمل وصحيح اللعبة دي كان فيه نادي الأهلي كان بيطالب بشك فراك للجزاء نشوف اللعبة مع بعض والحكم هنا احتسف فاول لصالح نادي الإسماعيل نشوف التباصيل هنا المرة الأولى ما فيش هنا احتجاج حصل وبالتالي استمر اللعبة و هنا العرقالة حصلت من اللعبة نادي الأهلي لمدافع نادي الإسماعيل الحكم موجود في مكان ممتاز تسب رجل حرة مبشرة لصالح النادي الإسماعيل وبالتالي ما فيش فيها رجل الجزاء وقرار صحيح من حكم المباراة النهاردة المباراة الأهلي والإسماعيلي تحكميا أداء أكثر من رائع بالطاوم التحكم بالكامل محمد الحنف وريفاك والمساعدين وحكم الفار والمباراة النهاردة خرجت بصورة محترمة جدا نتمنى إن شاء الله استمرار التحكم بالمنظر ده في المباراة القادمة إن شاء الله حتى نهاية الموسم الحالي كل هذه الحاجة لدينا في التحكم شكرا لكم سلام عليكم اشتركوا في القناة